مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة رقم 15 ما مصادر الأغذية التي أتناولها دو برو فين لزاليمون كجو مانج ما مصادر الأغذية التي أتناولها إذن أولا أنطلقوا ولاحظوا بعض الأغذية التي أتناولها خلال واجباتي الغدائية إذن فهذه الصورة هذه كنلاحظوا بعض الأغذية التي أتناولها لك أن أكلها خلال واجباتي الغدائية فكنلاحظوا هذه الطفلة فهي كتأكل طماطم الخيار تفاحة إضافة إلى الأرض كذلك الدجاج إضافة إلى هذا الكبد كأسماء إذن فهذه الأغذية هذه فهي أغذية متنوعة كما كنلاحظوا في الصورة فلذلك سنتساءل ونكتبوا كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها كيفاش غادي نميز ما بين الأغذية اللي كان أكلها سنتساءل نكتب كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها كيف أميز بين الأغذية التي 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 تناولها علمت السفاء وسنفترض كافتراض غادي نميز ما بين الأغذية اللي كان كلها بتصنيفها إلى عدة أنواع نصنفها بتصنيفها إلى عدة أنواع نميز بين الأغذية التي نتناولها بتصنيفها نصنفها إلى عدة أنواع فانقلنا كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها قلنا بتصنيفها إلى عدة أنواع ومن هذه الأنواع ما هو نباتي ما هو مصدره نباتي حيواني ومعديني فمثلا الخبز بطاطس طماطم فهذه الأغذية فمصدره نباتي اللحم بأنواعها البيض الحليب مصدره حيواني أما المعديني فالماء ملح الطعام فهذه الأغذية فمصدرها معديني إذن قلنا كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها وافترضنا بتصنيفها إلى عدة أنواع أختبروا أبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصدر الأغذية التي أتناولها إذن سنبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصادر الأغذية التي نتناولها قلنا المصادر إذن مصدر مصدر الأغذية إما نباتي ولا حيواني ولا معديني وقد ذكرنا الأمثلة في أفترض إذن أصنف بعض الأغذية التي أتناولها حسب مصادرها الخبز الحليب السكر الماء البيض البطاطس ملح الطعام اللحم المصدر اسم الغذاء إذن نبدأ بالخبز فالخبز الأصل جيله هو القمح والقمح من النبات إذن خبز فعنده نباتي مصدره نباتي خبز ثم نمشي للحليب فالأصل جيله الحليب إما البقار أو الماعز أو الحيوانات أخرى إذن الحليب كنلاحظوا بأن المصدر جيله فهو حيواني الحليب مصدره حيواني من الحيوان ثم السكر السكر فهناك قصب السكر وهذا القصب كي يستخرجوا منه السكر وهذا القصب هذا فهو نباتي إذن السكر نباتي سكر أما الماء فهو معدن إذن الماء المعدني الطبيعي ماء البيض البيض في الدجاج الدجاجة تبيض البيض يعني كتعطينا البيض فبالتالي البيض الأصل دياله ولمصدر دياله من الحيوان إذن بيض حيواني البطاطس البطاطس كنزرع البطاطس مش كتعطينا درنات البطاطس الأخرى إذن البطاطس فهي نباتية ملح الطعام قلنا الملح معديني مصدر معديني ملح الطعام أما اللحم فهو حيواني لحم خبز سكر بطاطس حليب بيض لحم ملح الطعام والماء لقلنا المصدر دياله معديني أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب معديني حيواني نباتي إذا الأغذية التي أتناولها متنوعة يمكن تصنيفها إلى أغذية من مصدرين كالخضر والفواكي والحبوب إذن فالأغذية من مصدرين نباتي دا النباتي فمصدرها الخضر والفواكي والحبوب وأغذية من مصدرين كاللحوم والحليب والبيضي وأغذية من مصدرين حيواني حيواني كاللحوم والحليب والبيض وأغذية من مصدرين كالماء وملح الطعام وأغذية من مصدرين معديني كالماء وملح الطعام إذن عندنا من مصدر نباتي من مصدر حيواني ومن مصدرين معديني كالماء وملح الطعام ثم عندنا مصدر نباتي مصدر حيواني مصدر غدائي أغيجين فيجيطال مصدر نباتي أغيجين أنيمال مصدر حيواني أوريجين مينغال مصدر معدني أوريجين فيجيتال مصدر نباتي أوريجين أنيمال مصدر حيواني أوريجين مينغال مصدر معدني نمر إلى استثمره جيكري الأوريجين دو شاكين دو سيز أليمان جيكري أكتبو مصدر كل من الأغذية التالية أوريجين مصدر دو شاكين 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 دو شا أغيجين أنيمال لكاغط الجزر كاغط الجزر الأصل دياله فهو مصدر نباتي أغيجين فيجيتال فيجيتال ياغط صن أغيجين فهو مصدره ياغط هو ضانون أو لا ضانون نعتبره ضانون فبتالي هو من مشتقات الحليب والحليب الأصل دياله حيواني ياغط صن أغيجين أنيمال لغيز الأرض الأرض فهو مصدره مصدر نباتي فيجيتال بوم تفح كذلك فهو مصدره نباتي بوم فيجيتال عندنا بوم غيز مع الكاغط هذا الأصل ديالهم نباتي ثم عندنا السردين مع لياغط أصل ديالهم حيواني وبهذا ننهي تمارين صفحة رقم 15 نلتقي في الصفحة رقم 16 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث والتي هي ظاهرة أمامكم في البلايليست وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء